يعني أستاذ أحمد أنا قلت أن الإطار هو ليس التحالف وتجمع بالتالي يعني مبدأ الاشتراك انتهى مع المصادقة على النتائج يعني لا توجد اليوم لا توجد لدى الإطار مشروع متفق عليه من قبل مثلا جميع ولكن لديه فكرة التوافقية الحكومة التوافقية وليست حكومة أغلبية هذه أيضا من أحد الشعارات التي رفعها ليس للجميع لكن ليس للجميع أنا أقول أستاذ أحمد وقلتها سابقا نقول أن الحديث بعد المصادقة ربما يختلف عن الحديث قبل المصادقة المهم حتى يعني في مسألة الإطار التنسيقي التيار الصدري قدم برنامجا تحالفيا تضمن آليات بناء الدولة العراقية مجموعة نقاط اليوم من يرى في الإطار التنسيقي أنه يتفق مع هذه الآليات ويتفق مع الذهاب إلى الحكومة يعني حكومة الأغلبية الوطنية قد يكون مشتركا ضمن الحكومة لا يشترط أن يشترك الإطار كله بصورة عامة وبالتالي أعتقد أن يوم غد سوف يكون هناك اجتماعا في الحنانة ما بين جزء من الإطار التنسيقي وبين السيد مقتد الصدر وأعتقد أن هذا قد يكون بداية لأولا انتهاء عقد الإطار التنسيقي وبالتالي بناء آلية جديدة قد تسهم في عملية التحالفات القادمة